قضية تعزيز هذا الصمود جاء بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول لبدء طوفان الأقصى حيث كان الشغل الشاغل للدولة الأردنية بتوجيهات جلالة الملك أن تصل المساعدات الإنسانية والطبية لأهلنا في غزة وذلك حتى يتمسك الفلسطيني بأرضه وحتى أيضا نخفف عن إخواننا في غزة تلك الأعباء الإنسانية وأيضا المضار والأبعاد البيئية والصحية نشاهد هذا التقرير حول دعم الصمود الفلسطيني من قبل الدولة الأردنية تنفيذا للتوجيهات الملكية خصصت الحكومة مبلغ ثلاثة ملايين دينار لتحويله إلى الأنور وفورا وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ولتعزيز عملية تقديم العون الطبي لأهلنا في فلسطين أنشئ المستشفى الرابع في مدينة نابلس وبدأ عمله باستقبال المراجعين في عياداته المتخصصة ويتكون المستشفى الميداني الأردني في نابلس من سبع قاطرات تضم غرفتين عمليات وغرفتين للعناية الحثيثة وخمسة عشر سريرا إضافة إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان وغرفة تعقيم وفي يوم استثنائي وصل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى مطار العريش في مصر على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تحمل على متنها فريق المستشفى إضافة إلى أجهزة ومعدات طبية لتجهيز مستشفى ميداني جديد في خان يونس جنوبية قطاع غزة وتحدث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى كوادر المستشفى وقال أكيد العملية مش سهلة بس همشت معي ويحصل على حالي إن شاء الله إحنا زي من عربية ما شاء الله إحنا نعمل الواجب أقل إيشي نقدر نعمله إنه نحاول نساعد إخوانا بغزة وفلسطين فأكيد بنعمل أكثر نعمل بس إنتوا ما شاء الله يعني فرصة لكم نساعدوا الناس ونقدم الإشي اللي هو منحكم إن شاء الله إن شاء الله إحنا كلنا فخورين فيك ونحنتابع كل أمور أول همشي التنسيق بين أتكو والمعنى ويحصل على أعطيكو ألف عافية وإن شاء الله نشوفكم بوجه أبيب ومنحكم معكم إن شاء الله إن شاء الله